اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا اليومون اعمل قنات عصير ليمون ا炸ه الكريمة. انا هنا فقط ملعقتين لحظة لكن انا شفت بلي من احسن زيد الها باش تعطينا الطعم اكثر والكثافة الزيد اكثر. اذا نبقى ونطلعو فيه. انا هنا بعد ما طلعناه كما كنت شاهدو. انا شفت بلي لازم زيدوا احسن ملعقتين لحظة باش يزيد الها الكثافة والقاوام تحي يزيد اكثر. اذا نزيد ونطلعو الكريمة تعناه. هكو تلاحظو ان الكريمة راح يطلعت. اذا نكتفي بهذا القدر يعني تاليه. نحطه للباتور بجهة. نفرغوا مباشرة الخالط في الاناء اللي يروح للبراد او للمجمد كما كنت لاحظو الشكل. هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه. الريحة ما نقول لكم شان كيف راه يديرها. الريحة ما شاء الله راه يتعبق في المكان اللي عنا نخدمه فيه. احتئان الليمون. اذا نحاولو. انا هنا علبة راه كبيرة. انتم استعملون افضل. علبة صغيرة. نحاولو نفرغوا كامل واشكين في الاناء. في العلبة. وفي الاخرين يزينوها بقشور للقارس. اولي حبي يخليها عقدة اني يخليها عقدة. انتما احرى واش حبي توديرو. اذا انا هنا بعد ما كملنا. انا هنا احنزينها بقشور القارس. كما كنت شاهدوا. اذا كنا نرحيناهم بطريقة جيدة. نحطوهم في الثلاجة على الاقل ستسابق. ستساعات يمروا. وبعد ذلك نرجعو لكم ان شاء الله يا ربي. اذا نحطوهم في الثلاجة على الاقل قلت مدة ستساعات. نرجعو لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا بعد ما مرت ستساعات. وهي في الثلاجة. اذا الشكل هو امامكم. راح انملأ الكؤوس باش تشوفوهم امامكم للشكل. هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه. اذا تحصلنا على انا مثلاجات بذوق القارس الطعم. انا لا يقاومي. نتمنى انكم تجربوا الوصفة هذه. واشياء موجودة يعني في البيت وانو خدمناها بيدنا ما خافواش ان كي ناكلوها. كي ناكلوها. اذا هاو الشكل امامكم. كما كنت شاهدوا. اذا في الاخر هاو الان الشكل كذلك في العلبة. اذا في الاخر نتمنى انكم تجربوا الوصفة في اسفة بسيطة. ان يقدروا يخدموا اي واحد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة.